بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل موضوع Pre-Even Analysis أفكركم بالكرفات اللي تعلمناها Fixed Cost قلنا هو حجم من التكلفة لا يتأثر بحجم الانتاج اللي عندي Fixed ثابت سي مثلا عند الرقم ده هو يبدأ في Fixed Cost والVariable Cost هي تكلفة المتغيرة بهذا الشكل يبقى Total Cost عبارة عن مجموعة Fixed Cost زائد الVariable Cost اللي عندي لكن عاوزين نقول نهارده عندي حالتين قدام مني حالة الكيرف بتاع الإراد خط مستقيم والCost أيضا خط مستقيم علاقة لينير ما بين الCost معادلة خطية والإراد أيضا معادلة خطية ففي هذه الحالة الBreak Even انتفقنا أنه هو يقع عند هذه النقطة وقبل هذه النقطة أو قبل حزن المنتاج فيه Losses فيه خسارة وبعد فيه انتاج طب ماذا يحدث لو كان الإرادة اللي عندي خطي الإرادة اللي عندي بي في كيو لكن التكلفة اللي عندي تكلفة المعادلة بتاعتها معادلة غير خطية خدث هذا الشكل في الحالة ديت هيبقى في عندي نقطة التعادل الأولى ونقطة التعادل الثانية Break Even رقم واحد وفي Break Even رقم اثنين يبقى ما بين التعادلين فيه ربح لكن قبل التعادل الأول فيه خسارة في Losses وبعد التعادل الثاني أيضا في Losses خسارة عندي يبقى النهار لو أنا عاوز أجيب حجم انتاجي حقق لي أعلى ربح مفروض أعلى ربح هو الحجم الانتاج اللي عند أعلى كيرفيتشر هنا هو ده الربح اللي عندي بالحالة دي حجم الانتاج ده هو مش لازم يبقى في النص بحيث لو انت خدت الميل أو المماس للمنحنة ده هو يوازي الميل بتاع الإرادة اللي عندي يعني كأن المارجينال كوست سوي المارجينال ريفينيو بهذه الحالة بقى حدد أعلى ربح عندي يبقى كأن النهاردة لو كانت التكلفة اللي عندي معادلة غير خطية هنبدأ نقول هناك نقطتين تعادل وليس نقطة واحدة ويبقى الربح المحقق ما بين نقطتين التعادل وأيضا حتى لو كان الإرادة اللي عندي non-linear بهذا الشكل أخدي نبالكم أيوة بحيث لو احنا بصينا لهذا الشكل هنلاقي هنا هو فيه خسارة لأن التكلفة اللي عندي أعلى من الإرادة هنا في مكسب وهنا أيضا ترجع خسارة يبقى فيه نقطة تعادل أولى ونقطة تعادل ثانية بهذا الشكل لو أنا عاوز أجيب أعلى ربح يبقى أدور على المنطقة مش هنا لا ولا هنا ولا هنا أدور على أعلى كرفيتشر ما بين الاتنين يعني لما يوازي المماس هنا المماس بتاع التوتال كوس والمماس بتاع الريفينيو لما يتوازي يبقى عندي أكبر كرفيتشر يبقى عندي الماكسيموم ريفينيو اللي عندي بهذا الشكل يبقى بسرعة كده مراجعة على حالة لو كانت العلاقة لينير هذا الفيكس كوس هذا التوتال كوس اللي عندي وبعدين هذا ريفينيو يبقى التعادل ما بين الاتنين بهذا الشكل يبقى في الحالة دي في نقطة تعادل واحدة في هذا الإجزامبل اللي هو لينير لينير بمعنى ان المعادلات خطية سواء كان الإراد او كان التوتال كوس اللي عندي خطية لكن في حالة اللينير توضيح للمعادلات البي في كيو بسوى الفيكس كوس زائد في في كيو لو اخذنا البي في كيو النحية التانية واخذنا مشترك كيو بنقص في يطلع الكيو بتاعت التعادل اللي عندك بسوى الفيكس كوس على الكون اللي هو البي نائس البي زي ما قلنا بهذا الشكل يبقى ده الشكل العام بتاع الجرافيكال سليوشن ميسود اللي عندي درو دلاين ثرو ارجنال وز سلوب أو بي اللي هو البروداكت برايس اللي هو التوتال ريفينيو سم التوتال كوس اللي عندي ترسمو يتقبل في نقطة هي نقطة اللي بسموها نقطة التعادل اللي عندي يبقى التعادل مرة تانية يحدث عندما التوتال ريفينيو يساوي التوتال كوس لما نسوي المعادلتين بمعض ابدأ في الآخر خالص قادر اقول ان البريك ايفن بتاعتي بيسوي الفيكس كوس على الكون اللي هو السعر نقص الوحدة اللي عندي لو انا عاوز اجيبو بي يعني حجم التعادل بالفلوس يعني في الحالة ديت هتضرب البي في الكيو ضربت البي في كيو يبقى لازم تضرب فوق بي عندنهوت ولو خدت بي مشترك الناحية دي هتبقى المعادلة في الآخر الفيكس كوس على واحد ناقص الفارياب الكوس على بي لانك اسمت بي مع بي بهذا الشكل اجزامبل لو انا عندي بديلين مثلا من شر عادي ومن شر كهربائي الفيكس كوس بتاع الالترنتيب الاول خامسة دولار والفارياب الكوس كلما بيقطع يونت بيكلفني بوينت فور دولار بير يونت الالترنتيب التاني هتشتريه طبعا غالي شوية عشان كهربائي يبقى الفيكس كوس عالي شوية لكن التكلفة للوحدة الوحدة اقل يبقى بوينت وان الشيري ولا الشيري يبقى في الحالة دي اشوف التعادل ما بينهم واشوف حجم الانتاج المتوقع اللي عندي لو حجم الانتاج المتوقع اللي عندي قبل البرك ايفن بين الاثنين هيبقى قرارك مع لديك تكلفة اقل لو هو اعلى ايضا مع التكلفة الاقل هيروح للالالترنتيب اللي بعد يبقى السلوشن بتاعي انا هقول والله البريك ايفن بتاعت الراجل دهوت عبارة عن الفيكس اتكوست بتاعته اللي هي عبارة عن هو عاوز يجيب البرك ايفن بين الاثنين فالفيكس اتكوست هنا 305 والفيكس اتكوست هنا 5 وبعدين التكلفة المتغيرة بتاعت ده point 4 التكلفة المتغيرة ده point 1 يطلع الكيوب بتاعت البرك ايفن ما بين الاثنين عبارة عن الف تقطع الف شجرة يبقى في الحالة ديت تجيب الالترنتيف الاول او الالترنتيف التاني اللي عندك لكن لو احنا عاوزين نعمل لها جرافيكس يبقى ده هنا هو مثلا في الالترنتيف الاول هيبقى شكله كده والالترنتيف التاني شكله كده لكن ما هوش فيكسد يعني في الحالة ديت عند الف تري واخبالك الالترنتيف اللي هو الفيكسد قوس بتاعته قليلة اللي هو الاولاني اللي هو الالترنتيف ايه مثلا والالترنتيف التاني اللي هو الالترنتيف بي لو كانت الحجم الانتاج اللي انت تعمله اقل من الف شجرة في الحالة دي التكلفة بتاعت الالترنتيف الاول افضل لكن لكن لو حجم الانتاج اللي عندك ممتد لأكثر من ألف شجرة في الحالة ديت يبقى المنشار الكهربائي اللي عندي هو الأفضل لأنه على مدى الطويل هيبقى أفضل من الألترنيتيب التاني يبقى إجزامبل تاني Given this information on cost and revenue الفيكسة cost 60 ألف دولار والباريب الكوست 20 دولار per unit وريفينيو لو سعر البيع 30 دولار أنا النهاردة لو عاوز أجيب بسرعة كده حجم الانتاج بتاع التعادل هقول والله حجم الانتاج بتاع التعادل يسوي الفيكسة cost اللي هو 60 ألف على البي اللي هو سعر البيع اللي هو 30 ناقص 20 اللي هو اعتبر عشرة يبقى 60 ألف على عشرة يطلع إيه 6000 اللي هو حجم التعادل بتاع هذا الألترنيتيب Determine each of the following هو عاوز منك بعض حاجات profit or lose as volume of 5000 لو أنت حجم الانتاج 5000 في ربح ولا خسارة لكل alternative profit or lose as volume 10,000 وعاوزين نجيب الbreak even point اللي عندي 5000 يبقى الإراد بتاعك عبارة عن إيه 5000 في سعر البيع اللي هو كام اللي هو 30 يبقى دا الإراد طيب التكلفة بتاعتك هتوبقى إيش 60 ألف ما لهاش علاقة بحجم الانتاج زائد 5000 أضربه في التكلفة المتغيرة اللي عندي اللي هي 30 وابدأ أقارن ما بين الحجم دا والحجم دا أشوف إذا كان الإراد دا أعلى من التكلفة يبقى فيه ربح إذا كان العكس يبقى فيه خسارة تعالوا نشوف الكلام دا تحسب إزاي يبقى الprofit عبارة عن الإراد ناقص التكلفة الإراد الprofit بتاعي عبارة عن حجم الانتاج اللي عندي عبارة عن 5000 وسعر البيع اللي عندي هو 30 سوري 30 30 في 5000 ناقص 60 ألف في 20 في 5000 طالع بالنيجاتيف يبقى في الحالة دا فيه لاصيز فيه خسارة عندي في حالة لو حجم الانتاج عشر تلاف يبقى عشر تلاف فيه 30 ناقص التكلفة اللي عندي يبقى فيه عندي أرباح أربعين ألف يبقى حجم التعادل اللي عندي يطلع ستة تلاف يبقى عندي ستة تلاف لمكسب ولا خسارة لكن عند خمس تلاف فيه خسارة لأنه أقل من ستة تلاف وعند عشر تلاف فيه مكسب لأنه أكثر من التعادل اللي هو ستة تلاف اللي عندي يبقى في الحالة ديت البردكشن اللي عندي خمس تاشر ألف أجيب الإرادة بتاعي والتكلفة بتاعتي أولا حجم التعادل بيسوي الفيكسد كوست على بينا أصل فيه يبقى والله حجم التعادل بتاعك 13 ألف طب أوتوماتيك كده الخمس تاشر ألف ديت أكبر من 13 آه يبقى هيبقى فيه ربح قبل ما أحسك بدأ أعرف أنه فيه ربح لكن لو كان الرقم أقل من 13 ألف ستة وتلاتين هيبقى فيه خسارة بس طبعا نحسب الربح إزاي هجيب الإرادة بتاعي اللي هو الار في كيو نقص الفيكسد كوست اللي عندي آه طبعا آه 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 8000 آه 8000 دولار اللي هي عبارة عن الإرادة بتاعك نقص البرحة بالكوست اللي عندي اللي هي 2.5 فيه حجم اللي عندي اللي هو 15 ألف نقص 75 ألف اللي هي الفيكسد كوست يطلع كلام آه طبعا هي هي اللي وحنا حسبناها حتة حتة كده بحيث أننا سعر البيع 8000 آه آه تعتمان دولار آسف فيه آه 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 حجم الإنتاج اللي أنا عاوزه 15 ألف ناقص افتح قوص كده هوت الفارياب الكوست اللي عندي عبارة عن 75 ألف زائد الفارياب الكوست 2.5 في الـ 15 ألف اللي عندي هتحسب دي توتل وتترحى من المبلغ ده هيطلع الأرباح المتوقعة عبارة عن سبع آه سبع آه سبع تلاف وخمسمية آه دولار بير منس اللي عندي مثال آخر مية وعشرين ألف آه الفارياب الكوست على واحد ناقص آه V على B اللي عندي تعال نشوف حسابات الكلام ده ربع أسأل با منس اللي عندي بالدولار ب 大فن المارجنال السيفتي آه اللي عندك لو انت الانتاج بتاعك الكلام ده يبقى المارجنال السيفتي يبقى الكويلبرام أو ال البريك ايفن بسأل فيكسد كوست 30 ألف يونت لكن بالدولار ممكن تضرب 30 ألف يونت في سعر البيع أو في القانون ده فيكسد كوست على واحد مقص بيع على بي يطلع بالفلوس التعادل عند أربعة تلاف كام أربعة فين واحد نين تلاتة ربعمائة وتمانين ألف دولار يبقى البركيفن كبرسنتج البركيفن سيل على الكباسيتي هو عنده كباسيتي 50 ألف يقدر ينتج 50 ألف مثلا هو قالك الكباسيتي بتاعته 50 ألف في الحالة دي تيب أنت بتنتج عند التعادل 60% من قدراتك المارجنال سيفتي اللي هو عبارة عن 50 ألف القدرة بتاعتك نائس التعادل بتاعك كان عن 30 ألف يبقى يبقى دي 30 ألف يطلع 20 عندنا 50 ألف نقص 30 ألف يطلع 20 ألف اللي هو المارجنال اللي عندنا لو عندي 2 alternative وعاوزين نشوف المقارنة ما بينهم نشوف البركيفن بوينت where the total revenue equal total cost number of product عبارة عن 0.75 number of product A لو أنا قلت العشرة دولار في A حيث A دي حجم الانتاج بتاع alternative A زائد 12 في B حيث B أنا بفترض أنها حجم الانتاج بتاع product B هيساوي خامسة اللي هي بنقول إيش الخامسة عبارة عن variable cost في A والvariable cost بتاعت التانية في B زائد fixed cost بتاعت الاتنين اللي عندي وابدأ أشوف المعادلة تتطور عندي بهذا الشكل قادر أقول أن A بتاعتي هتساوي 400 unit والB هتساوي 300 unit علشان يحصل تعادل ما بين الاتنين طبعا المعطيات اللي عندي بهذا الشكل product A ceiling price 10 والvariable cost 5 والfixed cost 2000 لكن product B 12 و 10 و 600 يبقى أقدر أحسب if this product mix is changed to 5A for 5B what would happen to the break-even point بنعيد المعادلة ثانية بالمعطيات الجديدة اللي عندي يبدأ الالترنتب A الانتاج بتاعته لما نحل المعادلة بتاعتنا بهذا الشكل و B 371 و B 300 بقى A حجم انتاج اللي بيحقق كان this number B decimal طبعا decimal ده تجاوزا يعني لو عدد الوحدات ما تجزأش يبقى نقول 371 371 يبقى في الحالة ديت لو وضحناها بالرسم يبقى Preak Even Point Moves تتحرك من الوضع ده الى الوضع الجديد بهذا الشكل نتيجة ان المنحنة بتاع الكوست تغير المنحنة الكوست تغير الميل بتاع المنحنة تغير من هذا الشكل الى هذا الشكل الآخر يبقى التعادل الجديد نحسبه بهذا الشكل يبقى النهاردة لو انا عاوز اقلل التعادل اقلل حجم التعادل في عندي طرق كتيرة يأما اقلل Fixed Cost يأما اقلل Variable Cost يأما ازود او اغير سعر البيع اللي عندي الBreak Even لو To Alternative To Determine Value Of Common Variables Between Two Alternatives Do The Following نمر واحد Define The Common Variable Develop Equivalence طبعا هنتكلم عن الكلام ده لما ناخد Time Value Of Money Present Works والAnual Works والFuture Works لكن احنا الوقت في الحالة دي احنا بنتجاهل Time Value Of Money يعني الحل بتاعنا ده بيتجاهل Time Value Of Money اللي هنتكلم عليه بعدين يعني احنا بنعمل تعادل يعني كأن سعر الفايدة اللي عندي Zero Interest Zero Interest ما فيش سعر فايدة عندي بهذا الشكل اللي عندي يبقى هنأجل الجزئية ديت لما ناخد Time Value Of Money طبعا Limitation Limitation Of Pre-Even Costs Are Either Fixed Or Variable لازم التكلفة تفند Fixed Or Variable في بعض الاحين في بعض التكاليف تبقى في جزء منها Fixed وجزء منها Variable ده يعمل مشكلة في الانالسيس بتاعك Fixed and Variable Costs Are Clearly Discrutable Over The Whole Range Of Output طبعا يتأكيد للجزئية الأولى Production بيساوي Sales لكن لو انت عندك ال Production في جزء من بتحطه بالإنفنتوري يبقى لازم تاخد بالك من حجم المبيعات ما هواش حجم الإنتاج في التحليل كمان One Product Per Constance Sales Mix عندي Product واحد اللي ببيعه ما فيش مجموعة من ال Product داخلة في بعضيها وبعضين كمان بفترض في التحليل ده ان سعر البيع ما هواش متغير حسب السوق اللي عندي يبقى برضو Limitation في التحليل بتاع Break Even والEfficiency Remain Unchange الكفاءة الانتاج ثابتة Volume is the only factor affecting cost ان انا حطيت بس حجم الانتاج هو العنصر الوحيد اللي له علاقة به الكوست وده ممكن ما يكونش يعني exactly سليم دي كلها المآخذ اللي على هذا التحليل الbreak even الbreak even اللي عندي طبعا الassignment problem في عندي مسألة من المسائل وانا محلول لهذه المسألة فممكن تبدأ تحلها بدون ما تبص على الحل ثم تبص على الحل بعد كده هو الحل سهل وبسيط بهذا الشكل اللي عندي ترجمة نانسي قنقر